الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد أدخلت العديد من المناطق في عزلة حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال هذا الأسبوع في انهيار عدة بنايات وغلق للطرقات طرقات مقطوعة عرفتها العديد من الولايات أبرزها الطريق الوطني رقم 22 بمنطقة سبدو بولاية تلمسان الطريق الوطني الرابط بين ولايتين تيزيوز وبويرا الطريق الوطني رقم 49 بتيسيمسيلت الطريق الوطني رقم 75 بمنطقة بورجبوري ريج الطريق الوطني رقم 37 بمنطقة الشريعة بالبوليدا فيما تم تسجيل انهيار بنايتين بمنطقة حمام إبراهيم بولاية بيجايا دون حدوث أي خسائر بشرية تسجيلنا بعض الطرقات المغلقة بعديد من الولايات وتسجيل كذلك حالتين لتدخلات أعمال اللحيات المدنية مصالح الحماية المدنية سارعت في تنصيب خلايا وطنية للمتابعة عبر الولايات المعنية بالتقلبات الجوية تنصيب عن مستوى كافة ولايات الوطن وكافة ولايات الوطن حالية متبعة لمتبعة كل الأحداث والتدخلات على المستوى الوطني كمية معتبرة من الأمطار والثلوج تسقطت بعدة من ولاية الوطن على أن يستمر الاضطراب الجوي إلى غاية صابحة الغد حسب مصالح الأرصاد الجوية.